بسم الله الرحمن الرحيم اي مكان فيه اي معاوقات انت بتقابلك ولابد انك انت تتغلب على هذه المعاوقات في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن الزراعة العضوية وعرفنا ايه هي الزراعة العضوية ان هي الزراعة التي تتم بدون استخدام اي مبيدات او اسمدة ايه كيموية نهائيا وعرفنا كيفية تصنيع الكمبوس وعملية القمر اللي هي خاصة بالكمبوس وعرفنا ايه هو كومبوس وقلنا كومبوس انه عبارة عن اسماد العضوي الصناعي الذي ينتج من استخدام المخلفات النباتية الجافة او الخضراء او المخلفات الحيوانية او الاسنين ايه معا بعد عملية قمر ايه هوائي لهم وقلنا ان القمر اللي عندنا في المحاصيل بيتم على طرقتين عندي قمر هوائي وقمر ايه لا هوائي قلنا القمر الهوائي اللي هو ينتج عنه السماد العضو الصناعي اللي هو كومبوس ولكن القمر اللي هوائي اللي انا بحفظ به مادة العلف بتاعت الخضراء في صورة ايه سيلاج وادينا مثال ايه عليها النهاردة هنتكلم عن التحديات البيئية التي تواجه قطاع الزراعة خصوصا في مصر واولها صيانة التنوع الحيوي تعالوا نشوف مع بعض على الشاشة معنا شايفين احنا صيانة التنوع الحيوي مجموعة كائنات ظهرة عندي ايه في الصورة مجموعة الكائنات دي احنا لما تظهرت في الصورة لما قعد عرفت صيانة التنوع الحيوي يبقى هتكلم عن مجموعة ايه كائنات هعرفه بانه مجموعة كائنات يعني زي ما هي موجودة في الصورة الصورة احنا بنقول بتقول ايه الف كلمة انا لما شوف الصورة دي اتمن غير حتى لو انا ما كنتش عارف التعريف بقولك ايه اللي في الصورة هتقولي هي مجموعة كائنات يبقى إحنا كده وصلنا إيه لبداية التعريف بتاعنا فتعريف التنوع الحيوي هو عبارة عن مجموعة الكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية أو أحياء دقيقة تعيش على سطح الكرة الأرضية سواء في البحر أو على الأرض أو في الهواء برية كانت أو مستأنسة يبقى التعريف بتاعه عبارة عن مجموعة الكائنات الحية النباتية كانت أم حيوانية أو أحياء دقيقة تعيش على سطح الأرض سواء في البحر أو على الأرض أو في الهواء برية كانت أو مستأنسة أو مستأنسة فإحنا كده شفنا مع بعض التعريف بتاع التنوع إيه الحيوي لأن الكائنات الحية سواء كانت برية أو مستأنسة أنا بستفاد إيه منها بالمخلفات الحيوانية إيه بتاعتها وبرضو في مجموعة الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتكون بتحليل المادة العضوية وزائد مجموعة الحشرات اللي بتفيدني في الملقحات زي إيه نحل العسل طيب النقطة اللي بعد كده أهمية التنوع الحيوي الزراعي إيه هي أهمية التنوع الحيوي تنوع الحيوي الزراعي أهميته إيه عايزين نعرف أهميته علشان نوصل للمغزة أو الفايدة بتاعته اللي هي المرجوة إيه ليه أول حاجة يدرس تنوع النباتات والحيوانات الزراعية ووضع هذه الأنواع في فرع مستقل نظرا لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي يدرس تنوع النباتات والحيوانات الزراعية ووضع هذه الأنواع في فرع مستقل نظرا لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي إزاي تنوع النباتات؟ النباتات بتاعت إحنا دلوقتي إحنا لما تقسمنا المحاصيل بتاعتنا أو النباتات الزراعية عماتا قلنا أننا عند محاصيل حقلية عند محاصيل بساتين عند محاصيل خضر عند محاصيل زينة الحيوانات عندنا المستأنسة تقسمت في قسم أو فرع الإنتاج الحيواني إلى حيوانات لحمة حيوانات لبن حيوانات جلود حيوانات لإنتاج الصوف الحشرة تقسمت لحيوانات نفعة حيوانات مفترسات طبعية أو أعداء طبعية للأفات الزراعية أو ملقحات وإنتاج العسل زي النحل العسل أو لإنتاج الحرير زي دودة ايه الحرير يبقى احنا كده ايه قسمناها قسمناك كائنات بتاعتنا اللي هي موجودة في البيئة انها تخدم التنوع بتاعه وتحقق للامن ايه الغذائي انك انت تاخد كل فرع من اللي احنا تكلمنا عليه دلوقت هتلاقيه بيحقق جزء في الايه في الامن الغذائي اللي خاص ايه بيك تعال نشوف بعد كده يعد التنوع الحيوي الزراعي ركيزة النظام الدعم لحياة البشرية يعد التنوع الحيوي الزراعي ركيزة النظام الدعم لحياة البشرية طبعا التنوع الحيوي ركيزة النظام الدعم لحياة البشرية ليه لانك انت ما تقدرش تستغنى على سبيل المحاصيل الحقلية بتاعتنا انك انت تقدر تستغنى في وجبة من الوجبات عن رغيف العيش بتاعك ما تقدرش تقدرش تستغنى عن رغيف العيش ليه لان رغيف العيش وجبة اساسية رخيصة الثمن بيوفر لك كارباهدرات اللي بتمدي الجسم ايه بالطاقة ومجموعة ايه من البروتينات اللحوم ما تقدرش تستغنى ايه برضو ايه عن اللحوم ممكن استغنى عنها النهاردة بكرة ممكن استغنى عنها طول اسبوع بس مش اقدر استغنى عنها لمدة شهر ايه او شهرين هتبدأ تظهر على جسم اعراض الهزة او ايه او نقص البعض ايه البروتينات او الفيتامينات اللي هي موجودة ايه في اللحوم ما اقدرش هستغنى برضو عن النباتات الخضر لان النباتات الخضر والنباتات الفكهة بتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم يبقى كده تنوع الحيوي له دور أساسي في دعم الحياة البشرية النقطة اللي بعد كده ثانيا التغيرات المناخية واثارها على مصر التغيرات المناخية كلمة كبيرة نقف عندها ونفكر يعني تغير مناخي حال تغير المناخي مصر ما بين دايرة عرضه وخط طول كذا راح تتغيرت بقت في مكان كذا لا هي في نفس الحكاية ولكن بدأت تظهر بعض الظواهر نتيجة للمعاملات اللي هي حصلت للإنسان والتقدم بفعل المصانع والعوادن بتاع السيارات يحصل حاجة زي الاحتباس الحراري بدأ يغير في سماة المناخية يبقى التغيرات المناخية واثارها على مصر لو ركزت معايا في الصورة اللي هي بتعبر عن الشاشة معايا هتلاقي ان الارض مقصومة نصية النص هو ده هو ده ولكن لما حصل عليه تغير المناخي يتحول من الاخدر الى الجاف او من الجاف الى الاخدر تعالوا نشوف مع بعض تعريف تغير المناخ ايه هو تعريف تغير المناخ هو ذلك التغير الكبير والمؤثر والملموس والذي يتميز بطول مداه في احوال الطقس والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط الامطار ومعدل تساقط السلوك والرياح في مناطق ما من مناطق القرائية الارضية طيب ما تيجي ناخد بلدنا مصر كمثال ونطبق عليها الكلام ده في الفترة الاخيرة شفنا اسمه اعصار التنين احنا شفنا اعصير قبل كده ما شفناش اعصير قبل كده ولكن بفعل تغيرات المناخية بدأت ايه الاعصير شفنا اعصار التنين طيب في بعض امان مناطق القاهرة القبرى والقاهرة مية المطر اثر فيها طيب اثر فيها ليه لان احنا كان معدل تساقط الامطار على مصر سنويا اقل من اثنين ملي متر ايه سنويا فبالتالي لما بدأت تزيد تساقط الامطار ده نتجة عن ايه زيادة تساقط امطار نتجة عن التغيرات المناخية اللي هي حصلت وبدأت تتغير حزمة الامطار من مكان ايه لمكان ايه تاني فبالتالي بدأت للشوارع بتاعتنا تتطمال exclusive لان احنا مش متعودين ايه على كده ومناخ بلدنا او طاقس بلدنا مفقوش الكلام ده ومتعودين على المنزمات ولكن اصهر التغيرات المناخية بدأ يحصل ايه الكلام ده طيب الاصار المتراتبة على تغير المناخ ايه الاصار المترتبة على تغير المناخ الاصر اللي هيترتب على تغير المناخ الاتهي بص معايا في الصورة الصورة دايما ايه بتعبر أنا ممكن يكون عندي جفاف هيحصل تصحر هيحصل ولما نتكلم عن كلمة تصحر للأراضي الزراعية توضح أن مش معنى تصحر أنها بقى تصحر لا التصحر هو أي تظاهر ينشأ للأرض أي تظاهر ينشأ للأرض سواء كانت الأرض دي أرض صحراوية أو أرض تينية سقيلة وحصل لها تظاهر سواء عن ارتفاع نسبة الملوحة عن ميت الري مش موجودة أي تظاهر حصل مش هينتج عنده محصول إذن الأرض كده في دخل عملية التصحر زي ما احنا شايفين في الأثار المترتبة الصورة اللي هي بتتكلم عنها هنشوفها مع بعض زيادة حدة تقلبات الانتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق زيادة حدة تقلبات الانتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق يعني هيز زيادة حدة يعني احنا دلوقت في جميع المناطق هنبص نلاقي كمية المحصول من المحصول للتاني هتبتدي تتغير من وقت للتاني أو من محصول للتاني في السهلاك وفي المية في محاصيل هتستهلك كمية مية كبيرة وهتدي كمية محصول قليلة ومحاصيلها هيبقى فيها العكس لأن التغير المناخي هيبدأ يشتغل على الاحتياجات أو الانتاج الزراعي عن متى بتاعي رقم 2 تناقص محصوص في طاقة الانتاج الزراعي لدى البلدان النامية ويسبب ارتفاع ارتفاعات أعلى في الأسعار يعني تناقص محصوص في انتاج طاقة الانتاج الزراعي نحن دلوقت في مصر لو أخذناها أن نحن مثلا متوسط محصول الفدان من محصول الأمح في الأراضي القديمة مثلا 18 أرداب للفدان وفي الأراضي الجديدة من 12 إلى 14 الـ 18 أرداب دول لو أخذنا كمتوسط على مستوى المساحة على مستوى الجمهورية ممكن يكافونا كم شهر أو ممكن يكافونا كم يوم طبعا لما هيحصل نقص حصلت لما بتحصل تغيرات مناخية هيحصل تأثير للانتاجية فبالتالي الانتاجية بتاعت ايه هتقل فهيحصل ايه ارتفاع للأسعار على سبيل المثال كان عندنا السنة دي مسلا واضح جدا في محاصيل الفكهة زي محصول المنجة سنة دي السعر بتاعه كان عالي بس كمية المحصول على الشجر كانت قليلة كمية المحصول على الشجر كانت قليلة نتيجة ان مصر اتعرض للموجود حر شديدة أدت إلى تساقط السمار في وقت العاد فبالتالي كمية المحصول طلعت ايه قليلة فحصل ايه في السعر؟ سعرها عالي في ناس أكلت منجة سنة دي ونس ما أكلتش علشان خطر سعرها ايه؟ عالي سعر عالي نتيجة ايه؟ نتيجة التغيرات المناخية اللي هي حصلت ايه في مصر أو التقلبات حدة المناخ اللي هي حصلت ايه في مصر أصرت على ارتفاع ايه؟ الأسعار النقطة اللي بعد كده الجفاف الشديد الذي يكتاح بعض مناطق ايه العالم طبعا الجفاف الشديد بيكتاح مناطق عالم لبعض مناطق العالم فالبلاد اللي حصل فيها جفاف عايزة تعود للنقص في المواد الغذائية بتاعتها فهتبدأ تستورد فمعادل الاستيراد ده هيبدأ يقلل كميات المعروضة في البلدان اللي هي أنتاجة السلع دي فهتبصت لايه برضو هيحصل ارتفاع ايه للأسعار وهتبصت لايه حصل ايه تنافس بين المحاصيل ايه وبعض دي في الصورة دي بتوضح لنا شكل الجفاف اللي هو حصل ايه للأرض زي ما حضراتكم شايفين تشققات ما فيش ايه ايه زرع نامي ما فيش ايه محاصيل ايه نامية بتوضح لك ايه شكل الجفاف لما يحصل ايه للأرض عامة اربعة الامطار الغزيرة المسببة للفيضانات والسيول المدمرة في مناطق اخرى من العالم طبعا الامطار الغزيرة بتغرق المحاصيل وبتعملك انخفاض عالي في الانتاجية بتاعتك احنا في سنة عشرين عشرين لما جاء عصار التنين في شهر ثلاثة فكان في عز الامح عندنا بيطرد السنابل فحصل ايه ان المطر نزل شديد فقصر السنابل السنابل السابقة اتكسرت فالسابقة لما اذا اتكسرت المحتوى بتاعها هيقل لان الحبيبات الحبات الامحة جواها مش هتكتمل ايه النطج فكانت ايه ضمرة او بنقول عليها ممروطة او الوزن بتاعها ايه قال فبالتالي كمية الانتاج قالت فيه فادادين بسبب عصار التنين ما جابتش اكتر من عشر ارادب ايه للفادان وده كان خسارة ايه كبيرة طبعا زي ما حضراتكم شايفين معنا في الصورة شكل الشوارع بتاعتنا في مصر لما بتنزل ايه مطر ده مطر شديد بدأنا احنا ما كناش متعواضين عليه بدأنا نشوفه في السنوات ايه الاخيرة ونشوف الشوارع بتاعتنا ايه بالشكل ده زي ما هو بين ايه عندنا ايه في الصورة النقطة اللي بعد كده زيادة زوابان الجليد في القطبين الشمالي والجنوب وبالتالي زيادة منسوب مستوى المياه في البحر والمحيطات طبعا ربنا سبحانه وتعالى حافظ معظم المياه ديت في القطب والشمالي والقطب الجنوب في صورة مية متجمدة طبعا لما هيحصل ايه انخفاض ارتفاع لدرجات الحرارة وتغيرات مناخية هيبدأ الجليد ده هيسيح طيب لما الجليد ده ينصهر والمية دي تنصهر هتنزل فين هتنزل في البحر والمحيطات فهتبن لأ البحر والمحيطات فهتحتاج هتلاقي ان في بعض المدن هتغرق بكامل هتطلع عليها هتطلع عليها البحر والمحيط ايه يغطيها من كمية المية اللي هي ايه نزل فيها نتيجة ايه زوابان السلوج في القطبين الشمالي والجنوب دي صورة بتوضح لنا شكل زوابان السلج في القطبين يعني التلج اللي هي الحاجة اللي كانت محفوظة ديت مية بدأت تسيح تنصهر وبدأت تنزل ايه للبحر والمحيطات النقطة اللي بعد كده احتمال غرق اجزاء من العالم خاصة المناطق المنخفضة نتيجة زيادة منسوب مستوى المياه في البحر ايه والمحيطات واللي احنا وضحناها في النقطة اللي فاتت عن طريق ايه زوابان ايه الجليد في القطبين ده شكل بيوضح لي شكل الاشجار لما يحصل زيادة في البحر والمحيطات وهتلاقي المياه تطلع برا الشط بتاعتها هشوفش حجم الشجرة بقى قد ايه وبقت المياه مغطية مساحة قد ايه وغرقت مساحة قد ايه من الارض طيب النقطة اللي بعد كده سمات التغيرات المناخية ايه سمات التغيرات المناخية الحاجة اللي بتوصف والحاجة اللي بتحدده اللي بيبان منها الشكل الشكل التغير المناخي اللي هو حصل ده طيب حصل ازاي وحصل ليه وهقدر اتعرف على السمات دي ازاي تعالوا اتعرف على سمات مع بعض رقم واحد زيادة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون يعني زيادة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون ده سمات من سمات التغير المناخي ليه بقى ليه لان كده هيحصل عندي حاجة اسمها ايه احتباس حراري نتيجة لاحتباس ايه ارتفاع ثاني اكسيد الكربون ايه في الجو طيب رقم اتنين ارتفاع درجات الحرارة سواء العظمة او الصغرى احنا درجات الحرارة ترتفع العظمة والصغرى احنا طبعا عارفين لو العظمة بنتكلم مثلا بنقول 33 درجة العظمة 18-19 ايه الصغرى يعني العظمة هي درجة الحرارة ايه في الشمس الصغرى اللي هي درجة الحرارة ايه في الظل في ارتفاع درجات الحرارة سواء العظمة او الصغرى في الشمس او في الظل ده من سمات التغيرات ايه المناخية النقطة اللي بعد كده زيادة حدة التغيرات المناخية والاحداث الجوية طبعا المطر دلوقتي بنشوفه بنشوفه السحاب والتقالبات الجوية يعني احنا ممكن تنام شايف الجو كنت بتفسح شايف الجو صافي جميل وكويس نمت صحيتي الصبح لقيت الجو قالب والمطر هي بتمطر دي من زيادة حدة التغيرات المناخية والأحداث الجوية اللي بدأت تحصل نتيجة التغيرات المناخية اللي تتعرض لهي البلاد النقطة اللي بعد كده زيادة الهجرة من الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية الأماكن التي لم تتأثر بتلك التغيرات بشكل كبير طبعا الزيادة السكانية هتحصل نتيجة زيادة الهجرة لانا دلوقتي موجود في محافظات ما حصل فيها جفاف فأهالي المحافظة ديت هيبدأوا يهجروا لمحافظات تانية متوفر فيها مياه ومتوفر فيها الغذاء فتبدأ الزيادة السكانية تحصل في المحافظات ديت نتيجة لزيادة الهجرة السكانية النقطة اللي بعد كده محاور تأثير التغيرات المناخية على الزراع والغذاء في مصر أهم المحاور للتغيرات المناخية على الزراعة والغذاء في مصر ايه المحاور ديت تعالوا نشوفها مع بعض أولا ظاهرة التصحر وأصارها على الأراضي الزراعية ثانيا أصر التغيرات المناخية على موارد مصر المائية ثالثا أصر التغيرات المناخية على انتاجية الفدان يبقى ديت تغيرات هتحصل زواهر هنشوفها تأثر علينا إزاي هنشوف أولا ظاهرات التصحر أولا ظاهرة التصحر وأصارها على الأراضي الزراعية يقصد بالتصحر ايه تعرض الأرض للتظاهر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة مما يؤدي إلى فجدان الحياة النباتية وتنوع الحياوي بها يبقى التصحر وتعرض الأرض ايه للتظاهر مش شرط أنها تتقلب صحرة لا هي أرضها تتعرض أي أرض مهما كانت درجة الخصومة بتاعتها تعرضت لتدهور إذن الأراضي دية تعرضت إلى تصحر حتى لو كان هذا التدهور ناتج عن الإدارة المزرعية إذن سوء الإدارة المزرعية أدى لتصحر ايه الأرض يبقى التعريف مرة تانية تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة مما يؤدي إلى فجدان الحياة النباتية وتنوع الحياوي بها ثانيا أثر التغيرات المناخية على موارد مصر المائية الموارد المائية بتاعتنا هتتأثر ازاي بالتغيرات المناخية رقم ألف موارد نهر النيل طبعا نهر النيل شريان الحياة في مصر هيتأثر معنا ازاي قالك تشير التقديرات الدولية إلى احتمال نقص موارد النهر نتيجة لتحرك حزمة الأمطار من فوق الهضب الإثيوبية والتي تمثل 85% من موارد مصر من النهر والهضب الاستوائية والتي تمثل 15% من الموارد المصرية يعني الهضب الإثيوبية هتتأثر بتحرك الأحزمة المطارية من عليها وهي بتمثل عندي 85% من موارد مصرية للمية لنهر النيل وال15% من الهضب الاستوائية المياه الجوفية بدلتا النيل طالما نقصت موارد نهر النيل فسوف ينسحب هذا النقص على المياه الجوفية المتجمعة في الدلتا نتيجة رشح النهر وهذا النقص سوف يحدث بذات النسبة التي تنقص بها مياه النهر يعني أنا عند المياه الجوفية في دلتا مصر ديت محتمدة على نهر النيل طبعا نهر النيل نقص فهتبص تلاقي مستوى أو منسوب الأبار أو مستوى الماء الجوفي في الدلتا يقل ينكمش هو التاني هيقل هيقل لنتيجة لأن النهر قال لي لأن النهر هو يعتبر هو بيغزي المنسوب الجوفي في دلتا مصر عشان كده كان من ضمن تداعيات سد النهر علينا ومن أهم المشاكل في حالة أن النهر عندي كمية المياه بتاعته قلت فهتضغى مياه البحر على دلتا مصر هتبدأ ترفع المستوى الأرضي فالأرض بتاعت الدلتا هتبدأ تملح ونسبة الأملح ترتفع بها رقم جيم المياه الجوفية الصحراوية الخزانات الجوفية الصحراوية سواء كانت في خزان الحجر الرملي النوبي أو الحجر الجيري المتشاكك في معظمها غير متجددة وأنها مياه إحفورية يعني من ساعة ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الخليق أو خلق الأرض وهي المياه دي موجودة فين في الخزان الجوف النوبي والمياه الجوفية الصحراوية في معظمها غير متجدد وأنها مياه إحفورية فلا يتوقع تأثيرها بالتغيرات المناخية دي مش هتتغير معي بالتغيرات المناخية إلا في حالة الخزانات التي تتلقى تغذية من راشح نهر النيل نحن دلوقتي في جزء من الصحراء الغربية بدأت بعض الأراضي في الصحراء الغربية خصوصا المجاورة الحدود الليبية تنخفض لما الليبي عملوا النهر بتاعهم النهر العظيم وبدأوا يسحبوا كميات مياه كبيرة من المياه الجوفية للمخزون الجوفي فبدأت الأراضي تنخفض لأن المخزون الجوفي بدأ يقل وما فيش حاجة يتعوضوا لأن دي مياه إحفورية مش بواصلة لبنهر ولا بمحيط ولا بأي شيء تمده بالمياه ولكن في بعض الأماكن في الصحراء المتطرفة بتتغذى بميتها عن طريق نهر النيل أو الرشح الخاص بنهر النيل فبالتالي ديت هتتأثر تأثير بسيط لأن نهر النيل هيمدها بالمياه النقطة اللي بعد كده الخزانات الجوفية تزداد ملوحة مياه الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة تغيان البحر إذا ما ارتفع منسوب سطحه وفق السيناريوهات المتوقعة زي السيناريو اللي احنا تكلمنا عليه من شوية اللي هو خاص بسد النهضة وتغيان مياه البحر على مسواء المخزون الجوفي في دلتا مصر مياه الأمطار قد تنقص الأمطار الساحلية نتيجة تحرك حزمة المطر في اتجاه الشمال وهو ما بدأ بالفعل خاصة وأن عمق المنطقة المطرية الشمالية لا يتجاوز 50 كم إلى الجنوب طبعا مناطق الزراعة المطرية عندنا كمية اللي هي بتزرع الزراعة المطرية أو الزراعة البعلية اللي هي موجودة في محافظة شمال وجنوب سينا وموجودة عندنا في مرسة مطروح في محافظة مرسة مطروح كمية المطار اللي بتنزل بتقدرش انها تكمل تديني محصول ايه اقتصادي فبالتالي لا تكفي للزراعة المطرية عندي فانا بخش بعدها بعد المطر بحاجة اسمها الرأي التكميل علشان يعوض للفقد ايه لمياه المطار اللي هي ايه حصلت وبعد كده المحصول يقدر يكمل فترة حياته ويديني المحصول الاقتصادي او احصل على المحصول الاقتصادي الناتج ايه عنه عن طريق الرأي ايه التكميل النقطة اللي بعد كده اثر التغيرات المناخية على انتاجية الفدان كده التغيرات المناخية بتاعتنا هتأثر على انتاجية الفدان هتأثر على انتاجية الفدان ازاي تعالوا نشوف مع بعض الانتخفاض او الزيادة اللي هي هتحصل للمحاصيل ايه المختلفة أثر التغيرات المناخية استنتجت الدراسات أن التغيرات المناخية سوف تؤدي مستقبلا إلى إنعكاسات سلبية جوهرية على الإنتاجية قومية لمحصولية القمح والزورة أهم محصولين محصولية القمح والزورة استنتجت التغيرات أنهم دول أهم محصولين هيتأثروا نشوف التأثر إزاي إنتاجية محصول الزورة سوف تقل حوالي 19% بحلول المنتصف هذا القرن عند ارتفاع درجة الحرارة حوالي 3.5 درجة ماءوية إذا درجة الحرارة عندي ارتفعت ل3.5 درجة ماءوية إذن الإنتاجية بتاحت هتقل حوالي 19% طيب إنتاجية محصول القطن سوف يزاد إنتاجيته حوالي 17% إذا ارتفعت درجة الحرارة الجو 2 درجة ماءوية يعني هنا القطن هيفيدني إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة ماءوية بس الإنتاجية بتاحته هترتفع 17% عكس محصول الدورة لما زادت درجة الحرارة 3.5 درجة ماءوية الانتاجة بتاعته قلت بنسبة 19% نقطة اللي بعد كده انتاجة محصول الزرار رفيع السرجة سوف تنخفض حوالي 19% والاستهلاك المائي له سوف يزاد حوالي 8% يعني الزرار رفيع عندي الانتاجة بتاعتها هتنخفض 19% والسهلاك المائي هيزيد 8% كمان يعني هيحتاج كمية مية كبيرة علشان يقدر ينتج عندي ويديني محصول طيب النقطة اللي بعد كده انتاجة محصول الشعير سوف تنخفض حوالي 18% والسهلاك المائي سوف ينخفض حوالي 2% يعني شعير كده من المحاصلة تتحمل الجفاف السهلاك المائي هيقل 2% ولكن الانتاجية بتاعته هتنخفض كم 18% طيب انتاجية محصول الارز سوف تنخفض 11% مقارنة بانتاجياته تحت الظروف الجوية الحالية في حين يزاد السهلاك المائي حوالي 16% اذا كان المحصول الارز اساسا ينمو في المية يعني بيسهل كمية مياه الكبيرة فكده الانتاجية بتاعته هتقل 11% وسهلاك المائي هيحتاج 16% كمان لزيادة المائي فبالتالي احنا هنبدأ ننتج اصناف او ننتجه لانتاج اصناف وتتحمل الجفاف وتنتج كمية محصول وفيرة بكميات مياه قليلة انتاجية محصول فلسوية سوف تتأثر سلبيا بشدة تحت ظروف التغيرات المناخية وسوف يصل متوسط معدل النقص على مستوى الجمهورية حوالي 28% والسهلاك المائي سوف يزيد حوالي 15% المحصول الفلسوية يعتبر من المحصول برضو اللي بتتحمل الجفاف شوية فكده الانتاجية بتاعته هتقل 28% والسهلاك المائي هيزيد كم 15% انتاجية محصول دوار الشمس سوف تنخفض انتاجيته بمتوسط نقص على مستوى الجمهورية حوالي 29% وسوف يزداد سهلاك المائي حوالي 6% حيث انه من المحاصيل الحساسة لارتفاع درجة الحرارة طبعا وراء دوار الشمس وراء كبيرة تشوفها في الشكل المفلجي بتاعها وراء حجمها كبير فبالتالي تعرضها لشعة الشمس ودرجة الحرارة بيكون كبير فبالتالي هي بتحتاج لما درجة الحرارة ترتفع هتحتاج تعوض الفقد اللي هيحصل للمية عن طريق عملية الصغورة التنفس او الصغورة التنفسية والنتح تعوضها بايه بانك انت تضيف كمية المية اللي هي ايه هتفقطها اللي هي هتوصل لكام حوالي 6% انتاجية محصول قصة بالسكر وده من المحاصيل استراتيجية المهمة سوف تنخفض انتاجية السكر من محصول قصة بالسكر حوالي 24% وزيادة في الاستهلاك المائي حوالي 2.3% يعني قصة بالسكر عنده هيقل حوالي 4 واستهلاك المائي هيزيد 2.3% فبالتالي انا هعوض النقص ده زي اللي هو حصل في المحاصيل السكر هابدأ اعوضه بزراعة مسيحات كبيرة بديلة للسكر اللي هو بايه بمحصول بنجر السكر طيب النقطة اللي بعد كده توصيات المقترحة لمواجهة الاصار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية في مجال الزراعة ايه هي التوصيات المقترحة بقى لمواجهة الاصار السلبية تعالوا نشوف مع بعض رقم الف التكيف او الاقلمة لتخفيف الاصر السلبي وزيادة وتحسين الاصر الايجابي للظاهرة به انشاء برنامج قومي لبحث تغيرات المناخية والحد من اصارها على الزراعة يعني نعمل عملية تكيف واقلمة للمحاصيل بتاعتنا والحيوانات بتاعتنا علشان نقدر نجابه ايه هذه الظاهرة وانشاء برنامج قومي لبحث تغيرات المناخية يعدل لنا برامج خلينا نطبقها علشان نخاطر نواجه هذه المشكلة الخاصة بالتغيرات المناخية التكيف او الاقلمة التخفيف الاصر السلبي وزيادة وتحسين الاصر الايجابي للظاهرة هتتعامل ازاي؟ اهم الاستراتيجيات الخاصة بالتكيف والاقلمة المقترحة في هذا الشأن نشوف الاستراتيجيات دي ايه رقم واحد الصنبات اصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل تغيرات ايه المناخية زي ما ذكرنا من شوية ان احنا ممكن الصنبات اصناف خاصة بمحصول الارز ان هي تنتج انتاج عالي بدون اننا سهل كمية مياه كبيرة يبقى اول نقطة في الاستراتيجيات الصنبات اصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل تغيراته المناخية رقم اتنين الصنبات اصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها احنا لما نتكلم لو ما نمسك محصول الدرة مثلا نقول ان محصول الدرة مدة حياته 120 يوم فانا ممكن اصنبت صنف يكون مدة حياته 90 يوم بالتالي انا وفرت كده شهر من عملية الزراعة فمش هضيف يمياه ايه الري وفي اصناف تاني بدأت نتم الانتاج فيها ان هي تاخد عدد ريات قليل وتديني محصول ايه عالي وخصوصا في محصول ايه الامحنة تستحمل استرسات العطش ايه والجفاف عشان ما تأثرش عندي في كمية الانتاج تلاتة تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة وكذلك زراعة الاصناف المناسبة في المناطق المناخية الملائمة لها لزيادة العائد المحصول من وحدة المياه لكل ايه محصول يعني ابضر او اخر تغيير مواعيد الزراعة ابضر او اخر حسب الظروف الجوية ايه الملائمالية وكذلك زراعة اصناف المناطق المناخية لها ايه ملائمة علشان تزيد ايه في المحصول من وحدة ايه المياه مثلا اقول انا الاردب الامح ده هيستهلك مثلا لو انت حسبت ان فدان الامح بياخد ست ريات في كل رية ثلاثين ثلاثمائة متر مكعب اضرب ثلاثمائة في ستة باربع تلاف بثمانية وربعين الف متر مكعب اللي هي تحتبر كمية المياه لفدان الامح هيديني كم اردب هيديني 18 اردب هتقسم كمية المياه ديه على الاردب هيطلع ليك ان كل اردب يستهلك كذا طيب انا ما انتك صنف اطلع اصناف معدلات او وحدات المياه اللي انا هدها لها بالمتر المكعب تديني انتاج اعلى من اصناف التانية اللي بتستهلك كمية مياه كبيرة النقطة اللي بعد كده تقليل مساحة المحاصيل المصرفة في الاستهلاك المائي او على الاقل عدم زيادة مساحة زراعتها مثل الارز وقصب السكر والموز والحمضيات انا عند الارز محصول مساهلك للمياه بيحتاج كمية مياه كبيرة وكذلك قصب السكر والموز عشان كده بتلاقي مزارع الموز دايما متوزعة على ضفاف نهر النيل طول ما انت ايه ماشي خمسة زراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ويكون استهلاكها المائي وموز من نموها اقل مثل بنجر السكر بدل اصاب السكر يعني احنا لما قلنا ان اصاب السكر الانتاجية بتحتها تقليل 24% والانتاجيات واستهلاك المائي هيزيد 2.8 من 10 وانا ممكن نعوض الفائد ده عن طريق زراعة بنجر السكر بنجر السكر محصول ايه حاولي محصول شتوي حاولي مش هيكمل معايا ايه سنة في الارض بياخد 30 ايه السنة بس من الارض وهيديني نفس انتاجية السكر من اصاب السكر النقطة اللي بعد كده الري في المواعيد المناسبة وبالكميات ايه المناسبة في كل ري حفاظا على كل قطرة ايه ماء دايما كنا بنشوف زمان كان بيجي في التلفزيون المصري برنامج سر الارض كان دايما بيدينا توصيات وتوجيهات خاصة بعملية الري وخصوصا الفلاح في عملية الري يقولك ما ترويش الارض ايه في وقت الظهر او في وقت الظهيرة او ما ترويش في وقت ارتفاع درجة الحرارة اروي الارض لايما في صباح الباكر او في نهاية النهار او اخر ايه النهار علشان تحافظ ايه على المية من عملية ايه البخرة او والحاجات وعن طريق ارتفاع درجة ايه الحرارة دي طبعا كانت بارها من جميلة جدا افادتنا كتير واحنا بنعتبر الحتة دي هنطبق فيها ايه النقطة ديه اللي هي ايه الري في المواعيد المناسبة وكمياتي المناسبة في كل ري حفاظا على كل قطرة ايه مية الكمية المناسبة ان انا عندي مثلا اراعي ان الفدان عندي بياخد مثلا فرية المحياة 330 متر مكعب اديله 330 متر اديله 400 عشان ما يحصلش ايه تغريق فرية المحياة لما اقول بياخد من 200 ل250 متر مكعب فرية المحياة ما زودش لل300 عشان ما يحصلش ايه تغريق وفاة لان الزيادة بقى عن كمية الهرارة اللي هي تم اضافاتها ديت لا اما هيحصل لها صرف جوفة في بطن الارض راحت او هيحصل لها بخرة وتطلح في السماء في صورة ايه ابخرة ايه وسحب ما اقدرش استفاد ايه بيها النقطة اللي بعد كده انشاء برنامج قومي لبحث التغيرات المناخية والحد من اثارها على الزراع للبرنامج هيعمل ايه معي البرنامج اهداف البرنامج اللي هو هيتعامل ده اهداف ايه واحد زيادة قدرة القطاع الزراعي على التكيف لمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الزراعية الاكثر ايه هشاشة يبقى زيادة قدرة القطاع الزراعي على التكيف لمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الزراعية الاكثر ايه هشاشة النقطة اللي بعد كده تقدير التأثير الكمي للتغيرات المناخية المتوقع على انتاجية المحاصيل والصروة الحيوانية والاحتياجات المائية الزراعية والأفات والأمراض النباتية والحيوانية يعمل تقدير للتأثير الكامي يعني أنا أقول زي ما شفناها من شوية اللي هو أن نحن بنقول انتاجية الفدان هتقلب كذا اردب أو هتزيد أو استهلاكه من الرأي هيزيد كذا في المياه ده متقدير كامي بالكمية النقطة اللي بعد كده العمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري النتيجة عن زراعة المحاصيل المختلفة وذلك عن طريق الممارسات الزراعية والإدارة المزرعية السليمة العمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للنتيجة عن زراعة المحاصيل المختلفة ديت على سبيل المثال لو خدنا محصول كان متهم الأول في سحاب السوداء اللي هو محصول الأرز جميع المزرعين بتعود الأرز بعد عملية الحصاد للرز والأرز وضربه واخد المحصول الاقتصادي كان بيفضل عندهم مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الارض فكان نتيجة انهم بيحرقوا ايه اش الارض في الارض فالنتج عنه سحابات سودا نتيجة لانبعاثات الغازات والدخان الاسود وتكون ايه اسود فبالتالي المحاصيل اللي انا هزراحها لابد ان ما تساهمش في زيادة الاحتباس الحراري ان المخلفات بتاعتها قدر احولها لأي صور تانية وبدأنا نحول بالفعل المخلفات النباتية في صورة سماد العضوي الصناعي اللي هو صناعة تكون بس ان انا باخد المخلفات النباتية والجافة او الخضرة واعملها سماد اضيف الارض التاني يمدل للارض بجميع العناصر الغزائية بدل محرق المخلفات دي وتعمل لي احتباس حراري وتعمل لي تلوث ايه في الجو النقطة اللي بعد كده توعية المزارعين وتدريبهم على كيفية تكيف زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة تحت ظروف المناخة الحالية والمتوقعة عن طريق الادارة المزارعية السليمة يعني ادرب المزارعين اعمل لهم نرشارات استرشادية اعمل لهم برامج موجهة في التلفزيون ادربهم على الزراعات السليمة والموارسات الزراعية السليمة علشان خطر ما يحصلش فقد الموارد الزراعية الموارد المائية بتاعتنا والموارد طبعية علشان خطر اواجه مشكلة التغيرات المناخية اللي هي اثرت على الامن الغزائي وقطاع الزراعي في مصر النقطة اللي بعد كده تأثير انتاج الطاقة من الوقود الحيوي على توفير الغزائي توفيق تأثير انتاج الطاقة كل ما هنقف عندها شوية وفكر معايا شغل دماغك خلي الترس كده ايه يتحرك الله هي الانتاج الطاقة من الوقود الحيوي هيوفرلي على الغزاء هيأثرلي على الغزاء على توفير الغزاء ليه بقاه علشان خاطر انت دلوقت كمية المحصول اللي هي انتجت من وحدة المساحة وليكن اللي هو الفدان في جزء منها يتاخد بعد ما كان بيتاخد للغزاء كله في جزء هيتاخد منه الانتاج الوقود الحيوي هيتعمل منه ايه وقود خصوصا حصل في الدول الاوروبية بعد حرب اكتوبرا لما في حرب اكتوبرا المجيدة ان الدول العربية وقفت مع مصر انها بعض الدول منعت البترول بتاعها عن بعض الدول الاوروبية اللي هي كانت بتسند اسرائيل فبدأت بعد الدول دي تشوف حل تاني غير انها تستخدم ايه الوقود ده فبدأت تستخدم الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية ايه عندها فهنشوف في التأثير بتاع انتاج الوقود من الطاقة الحيوية الوقود الحيوي على توفير الغذاء انه اصبح دلوقت العربية بتنفسني في الاكل يعني ايه العربية بتنفسني في الاكل دلوقتي كنت بحط بنزين بحط وقود ايه حيوي الوقود الحيوي جاي من ايه جاي من الضرة ومن الامح ومن الحاجة اللي هي كانت بتتعامل عيش انا اتغزى ايه عليه فاصبحت دلوقتي انا والعربية بتنافس على ايه على الغذاء ليه لانك دلوقتي كمية المنتج اللي هي طالع عالي من وحدة المساحة واحدة وليكن مثلا 18 رتاب متوسط الانتاجية الوقود الحيوي اخد 10 او فضل 8 ايه للغذاء فبالتالي طب انا هجيب بقية الناس هتاكل منين فده حصل تنافس ما بين ايه الوقود وبين ايه الغذاء بتاع ايه بتاع الناس في النقطة دي تعريف الوقود الحيوي عايزين نعرف الوقود الحيوي بص معي في الصورة دي هتعبر لك ان انا باخد محاصيل زراعية بحولها الوقود بتشغلي المصانع والعربيات بص في الصورة كويس هتبين لك يعني ايه تعريف وقود حيوي طيب هنشوف تعريف الوقود الحيوي هو انتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة او نباتات طبعية او الحيوانية ايه منها يعني انا هنتج الوقود الحيوي عندي من الكائنات الحية نباتية محاصيل منزرعة او نباتات ايه طبعية او الحيوانية ايه منها طيب ده شكل صورة بتوضح لي أن أنا دلوقتي بفول العربية بتاعتي في التهينك بتاعي عن طريق الأمحة مش بحطولها هي بنزين طيب أهم العوامل التي تساهم في أزمة الغذاء إيه هي العوامل التي تساهم في أزمة الغذاء رقم واحد تغير المناخ مما يؤثر على السياسة الزراعية طبعا المناخ لما تغير حصل انخفاض في انتاجية وحدة المساحة فبالتالي أثر عندي على الغذاء وده صورة بتوضح لي الشكل اللي هو حصل عن طريق تغير المناخ حصل جفاف للأراضي وحصل هزول ببعض الحيوانات فالناس كده هتأكل منين هتزرح فين علشان خاطر ايه توفر ايه الغذاء رقم اتنين التصحر وعدم توفر النبات المحافظة على الركعة الزراعية التصحر تدهور الأرض وفيه تدهور تاني اللي هو المباني على الأراضي الزراعية او زحف الكتلة السكانية على الأراضي الزراعية فطبعا كل فدان تم بناء عليه عمل نقص في كمية الغذاء المنتجة للناس النقطة اللي بعد كده سوء الإدارة للمزارع والأراضي الزراعية المتاحة طبعا سوء الإدارة ده بيحول الأرض لعملية التصحر بينتج عنها خسارة كبيرة جدا بيدهور لحالة الأرض بيدهور لحالة المحصول مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في انتجية المحاصيل النقطة اللي بعد كده عدم القدر على تطوير الاستثمارات للاستصلاح الأراضي القابلة للزراع مش هقدر أعمل مش هيكون عندي قدرة أن أنا أطور الاستثمار أن أنا أستصلح أراضي تانية أن أنا أستصلح أي كمية أراضي أنا أستصلحها هتضيف للأراضي الزراعية عندي أو رقعة الزراعية عندي فبالتالي هتوفر لي المحاصيل اللي هيتم زراعتها فيها النقطة اللي بعد كده نضرت المياه وعدم التحول إلى النظم الرأي الحديثة وخاصة في الأراضي الجديدة احنا بنقول في العادي الفدان بياخد 300 متر مكعب في الرأي في الرأي بالغمر ولكن لو أستخدم رأي بالرأي أو رأي بالطنقية الفدان عندي هياخد من 14 إلى 20 متر مكعب في الرأي إذا نشوف أنا كيف وفرت كمية مياه قد إيه طيب أنا لما أتجه للنظام الرأي الحديث أنا أوفر كمية مياه كبيرة هبدأ أستصلح بأراضي إيه تانية وأزراحها فبالتالي نضرت المياه وعدم التحول إلى النظام الرأي الحديث ده بيأثر إيه تأثر إيه جامد إيه النقطة اللي بعد كده الزيادة السكانية المطردة وارتباطها بالوادي القديم دون توفير فرص عمل حقاقية الزيادة السكانية اللي هيها حصلت إن كل واحد إحنا في الوادي وكل واحد في محافظته عايز شغله وأكله وانتقاله جنب البيت مش عايز يطلع بره مش عايز يبادي تاني عشان كده إحنا لو عملنا مدن جديدة هنبص نلاقي برضو الناس لسه موجودين في منطقة الوادي إيه والدلتا عشان كده بتشوف الزحام الشديد والخانقة المرارية والزيادة السكانية اللي موجودة في محافظة الكاهرة زي ما شفنا لما كان قالك تعداد مصر في سنة 2030 هيبقى مثلا تعداد الكاهرة هيبقى 2 مليون لا هيبقى 10 مليون من باب الضحك على الزيادة السكانية اللي هي حصلة النقطة اللي بعد كده وسائل مواجهة مشكلة الوقود والأمن الغذائي في مصر العنوان ده بتاع حضراتكم النهاردة اننا عايز حضراتكم انكم تحضروه وهنتكلم فيها في الحلقة الجاية ان شاء الله بس عايز حضراتكم تقروا معايا وتفكروا فيه وتشوف ايه اللي احنا ممكن نوصل في وسائل مواجهة مشكلة الوقود الحيوي والأمن الغذائي في مصر هنعملها ازاي وازاي نقدر ايه نتغلب ايه عليها وان شاء الله هيكون هو ده موضوع حلقتنا الجاية وبكده هنكون وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة استودعكم الله الذي لها تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته